السلام عليكم طبعا سنبدأ في البورنشاف عند الدرس طيب اول سؤال انا ممكن اثر من نفسي انا كيف ممكن اجيه بقم الطالب تمام اول درس لما عملنا لوجين عملنا متغير اسمه string id هذا string id انه انا لما افوت مثلا للطالب اذا فعت اذا كان هنا على الدكتور او student login تمام سوف افترض انه الطالب هو الذي فات فهو ايش عطول هيعمل هياخد النص هياخد ال id هو الحقل وياخد منه text واخدده داخل id وبعد ذلك اذا فات يعني ايش هتأكد انه هذا فات اذا فاتش ممكن اتغير يعني انا كده اريحت حالة بدل ما اعمل اكواد جديدة مثلا بدل ما انا اقول له ال id هذا هو يداخل id لا انا باعف عن طريق مسلا هو اكد موجود لانه فات ايه طبعا اذا فنتش كلامي هذا سوف نفهمه عن طريقه طبعا هو يعني كلامي مش جديد انه مثلا اذا انا هاخد ال id هذا و ال id هذا وظيفته انه هو رقم الطالب اللي عمل عملية الدخول طب بيجعل بفايل وبعجي هنا على source انا بدي اول ما يفتح الصفحة ايش يعمل لي ايه يعمل لي اللي هي البيانات طب انا ايش ممكن اعمل هعمل دل اسمه information 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 تمام هذا الدلت information ممكن اديها id بس اقول له هنا integer اقول له هنا id بدا تساوي اللي هي عند ال login المتغير الاسمه id تمام بس هذا متغير بنوع string انا ممكن اقول له هنا integer integer.parse .parse int و اقول له احوال لي هذا الانتجار وبعد كده ادي له الانتجار اللي بيها ال id واجه هنا اعمل و اقول له create باجه بضغط على control و اضغط على الدالة طب باجه هنا اول خطوة لازم اعملها لذي مفتح اتصال فانا بروح هنا بعمل امر import بقول له هنا import java.cql .plian جمعات لكل الجمل طب باجه هنا بقول له connection 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 اه connection بقول له هنا ايش con بدي يساوي 0 بعد كده بقول له prepare statement بقول له com بدي يساوي 0 بعد بقول له result set result set بقول له بدي يساوي RST بدي يساوي 0 طيب بروح هنا على information بقول له كالتالي بقول له وليش اول خطوة اكتمل اللي con بده يساوي الي ايش الي عندك connection database الي ايش الي ايش اللي من يدال في ال connect الاتصال تمام باقي ايش هقول له هقول له انا بدي اديك جملة cql اه تنفذ لي فانا بقول له comment بده تساوي الي هي عندك con.prepared statement بايش هذه الجملة بقول له select select هاتلي نجمة from from من اي جدول بقول له من جدول student فبا بقول له هنا ايش student تمام طيب بقول له where chart هاتلي اللي student انا بدي اياه فبا بقول له حسب ال id بدي يساوي الي هو اه sign quotation double quotation double quotation sign quotation واقول له اللي هي ايش المتغيل اسمه id تمام باج هنا بقول له ايش حط اللي ايش sound block try catch واجه هنا بقول له finally ليش الفاينالي عشان انا ساعد الاتصال لما نخلص وقول له هنا condo close وقول له هنا ايش عمل ايش اليها try catch ومسحي 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 طبعا هاي لنا بسحه ممكن كل مهمات لانك انت مبتدي ومسحي 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 ايش ايش اول شي نقول له بمع اني انا انه هذا ال id موجود يعني انا متأكد انه موجود بس خلص ايش بعمل rst ومسحي بده يساوي اللي هي command يعني هاتلي النتاج كلها execute create تمام بقى كليش هقول له بقول له rst.next يعني هاتلي خلص امشي لي على العمود اللي انت جبته او على الصف اللي انت لقيت في بيانات تمام طيب يعني انا فيش ده ان اعمل له اف هل هو يعني موجود انا مش موجود لانه انا متأكد انه هو موجود لانه هو دخل عمله عملية login للحساب تبقى طيب بقى كليش هقول له هقول له عندك ال name هقول له هنا اول شي بقول له id.setText اللي هو labels ال id طبعا هنا هيكون في مشكلة فانا بقول له هنا ايش id اللي هي مسلا a d database بقول له هنا ايش id دي طيب هنا هقول له id.set setText تمام وش بقول له بقول له من rst.getString هتلاقي اللي هي εί ايضا القيمة هقلا بقول له ايه share اللي هو العمود الاول تمام بعد كدش هقول له هقول له هتلاقي ال name ال name موجود فاي عمود موجود في العمود الثاني بقول له عندك ايه موجود بعد الزبط اتنين طيب بعد من بهمتك من ربعا بقول له هتلاقي المومايل يعني الامر جدا سهل بس انت بتاخد بانيت اما بتحبيها um رقم ايش رقم اربعة وبقول له عندك اربعة او ممكن تكتب النص طبعه بس انا يعني الارقام ممكن تكون اسحل اليه بعد كداش حقول له حقول له هاتلي الى الافرج الافرج قديش انا اخذ اربعة هي خمسة ستة بقول له هي ستة طب بقول له مثلا عندك هنا هاتلي الى الجندر ولو رقم قديش رقم خمسة اللي هاتلي الافرج اي الافرج خمسة انا واحد انا 3 اربعة انا خمسة واي ستة طب بعدين بقول له ايش هاتلي الـ طب بقول له هنا جميلة امونت هذا الى موجود مثلا بقول له ااااااا اللي هي رس تى بتقول له هنا اوى موجود هاته الستة بقول له بسبعة ثم بعد ما قلله بسبعة القيمة بقلله ب Plus بقول له مثلا شكل بسيكون المسلا العملة بتكون بالشكل مثلا تمام بعد كده مثلا واقول له هاته amount المبلغ المطلوب مثلا واقول له هنا amount ثم بعد ما قلله ثم بعد كده هاته الفيس الفيس اللي هي الرسوم العلاق ضائل رست فبقوله هنا موجود في تسعة تمام موجود هو في تسعة تمام طيب كده انا انهيت الاشي هذا بس هاي الكود الحق تم تنفيذه طيب نيجي نعمل تشغيل البرنامج بجمع قوله هنا رقم طالب مسلا بدنا رقم طالب مسلا بقوله 2016 2016 2016 1 2 3 4 5 6 وقالة 6 هذا هيكون طالب انا طالب دخول بقوله دخول طيب ياللي مرحلا بروح للطالب هنا طيب لكن انا مربطهش فانا بروح هنا بروح على المين مينيو بدأ ضد كلاك عليها وبقوله هنا بسهل هذا الكود بقوله هنا انه انا بدي اعمالي نيو من الهي البرفائل بروفائل بروفائل برسونال برسونال دي وضغط سيد فيزابل وقل هنا تو تمام و باجه بقوله تشغيل باجه بقوله هنا 2016 1 2 3 4 5 6 وقل له عنده هذا طالب وقل له دخول طيب بروحنا على الطالب وقل له ملف الشخصي زي ما تشايف انه جبله اللي هو البياناته قال الاسم حنان رقم الطالب 2016 رقم الجوال جنس 1 معدل 0 المدر المطلوب 0 المدر المدفوع 0 باقي الرسوم 0 تمام طيب اذا شايفيني المساعد الفرام بكون كبير طبعا مش مشكلة نخليه كبير يعني مش هيأسر كثير تمام هيا اعمالة ملف الشخصي للطالب طيب ان شاء الله في الدعس القادم وهنا ما التصميم لأ ملف الشخصي للدكتور وبعد كده انبرمجان نشوفكم في الدعس القادم والسلام عليكم